موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم اليونت السادس الدرس الثاني أنوان الدرس موجودة في صفحة 76 من كتاب الطالب صفحة 74 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب للمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدرس عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقو من خلال هذا المعارف صفحة 76 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة Excuse me Excuse me معناها أستميحك عذرا Where is أين ومنطيني ثلاث نقاط مثلا هنا إذا يريد أن يسأل الشخص عن اسم مكان مثلا Where is the bank أين المصرف Where is the toy shop أين محل للعاب إذن من خلال أنوان الدرس رح نعرف أن هذا الدرس يتمحور حول السؤال عن المكان وشون نقدر ندلي شخص على مكان معين أو على محل معين باستخدام الكلمات اللي أخذناها بالدرس السابق اللي هي Next to بجانب opposite مقابل behind خلفة وبتوين بين إذن هذا الدرس كله يعتمد اعتماد كله على ذنة الأربع كلمات اللي أخذناها بالدرس السابق بالنشاط الأول مكتوب Listen Look and Say استمع استمع إلى محادثات هؤلاء الأشخاص منطيني ثلاث محادثات بين ست أشخاص Look انظر Say وردد هنا عبارة عن نشاط صفي مجرد تهية يهيئ ذهن التنميذ لكيفية السؤال عن مكان والإجابة عن هذا السؤال فمثلا بالمحادثة الأولى هذا الطفل يسأل يقول Excuse me عذرا أو أستميحك عذرا Where is the toy shop أين محل للعاب فهنان شون نجاوب على هذا السؤال فهنان يحاول الشخص الآخر يوصف له المكان المتعلق بمحل للعاب فيقول له It's on the green street إنه على الشارع الأخضر Next to the bank بجانب المصرف إذن استخدم Next to بجانب ننتبهي الأمر مهم هنا هي إنه On تستخدم مع Street مع الشارع بالدرس القادمة إن شاء الله رح نعرف الشركة نستخدم الإن والإن والأون والأات نحاول نحفظ بهذا الدرس إن الإن نستخدمها مع الشوارع مع أسماء الشوارع مثلا Green Street الشارع الأخضر ما أقول إن Green Street وإنما أقول On Green Street على الشارع الأخضر Next to the bank بجانب المصرف المحدثة الثانية الشخص الأول يسأل يقول Excuse me أستميحك عذرا I'm lost أنا تائه Where is the shoe shop أين محل الأحذية إذن نستخدم هذه الصيغة Where is أين زائد إسم المكان الذي أريد أن نسأل عليه على المكان نسأل عن مكان معين زين يجاوى الشخص الآخر يقول It's on the green street إنه على الشارع الأخضر كذلك هنا نستخدم On لأن مع الشارع نستخدم حرف الجار On Between the clothes shop بين محل الملابس On the bakery والمخبز إذن استخدم كلمة Between كذلك اللي أخذناها بالدرس السابق أما المحادثة الثالثة هذه الطفلة تسأل تقول Excuse me أستميحك عذرا Where is the fruit and vegetable stall أين كشك الفواكه والخضروات كذلك تريد عليها تقولها It's on the red street على الشارع الأحمر opposite the butchers مقابل القصاب إذن هذه عبارة عن مقدمة إذن الثلاث محادثات عبارة عن مقدمة لدرس اليوم اللي يعتمد اعتماد كله على وصف الأماكن السؤال عن مكان بناية أو محل معين وشون نقدر نجاب على هذا السؤال باستخدام الكلمات الأربعة اللي أخذناها بالدرس السابق ننتقل إلى النشاط الآخر Look at the map انظر للخريطة هذه الخريطة اللي أخذناها بالدرس السابق On page 75 في صفحة 75 من كتاب الطالب And tick وضع صح على اليس إذا كانت الجملة صحيحة وعلى النوع إذا كانت الجملة خاطئة على شنو تعتمد إجابتي على يمن على الخريطة أشوف الجملة تناسب الخريطة لو ما تناسبها مثلا number one The shoe shop is opposite the bakery محل الأحذية opposite مقابل البيكري المخبز خلنج نشوف هذا كلام صحيح إذا صحيح أوضع صح على اليس وإذا خاطئ أوضع صح على النوع إذن الشو شوب محل الأحذية هذا هو محل الأحذية هل هو مقابل المخبز لا نلاحظ أنه المقابلة البنك المصرف لذلك إجابة yes no no الإجابة kid no number two there is a pharmacy next to the bank هناك صيدلية بالقرب من البنك المصرف هذا البنك المصرف نلاحظ أنه بجانبه أكو فارماسي صيدلية إذن إجابة yes no no الإجابة أكيد yes number three the mosque is behind the park الجامع خلف المتنزة الإجابة yes no no هذا الجامع وهذا المتنزة نلاحظ أنه الجامع خلف المتنزة إذن إجابة yes no no الإجابة أكيد yes number four the school is next to the park المدرسة بجانب المتنزة الإجابة yes no no نلاحظ أنه هذه المدرسة وهذا المتنزة هي مقابل المتنزة وليست بجانبه إذن الإجابة yes no no الإجابة أكيد no number five there is a fruit and vegetable stall on the rest street هناك كشك فواكه وخضروات على الشارع الأحمر هذا الشارع الأحمر نعم هذا هو كشك الفواكه والخضروات إذن إجابة yes no no الإجابة أكيد yes number six the pharmacy is between the bank and the toy shop الصيدلية بين المصرف ومحل الألعاب الإجابة yes no no خلنا نشوف هذه الصيدلية هل هو بين المصرف ومحل الألعاب هو نعم بجانب المصرف لكن ما يكن محل الألعاب صفة إذن إجابة yes no no الإجابة أكيد no هذا ما يخص هذا النشاط مجرد تدريب أكثر على استخدام الكلمات الأربعة المتعلقات بوصف الأماكن اللي هي next to opposite behind between ذكرنا بالدرس السابق وندري الكلمات جدا مهمة شفويا يعني هذا النشاط نشاط شفوي مهم جدا كتحضير يومي الأستاذ يسأل هذه الأسئلة من خلال الصورة يعرض الصورة ويسأل هذه الأسئلة يسألها للتلاميذ شفويا وليس تحريريا إذن ذلك كلمات جدا ضروري أني أحفظ معناها واستخداماتها على مد أقدر أجاب الأسئلة الشفوية المتعلقة بيها سواء كان بالامتحان الشفو والمتعلق بالامتحانات الشهرية أو سواء كان كتحضير يومي ننتقل إلى النشاط الآخر ask and answer اسأل وأجب هنا الأستاذ يعرض الصورة أو يجيب مجسم لمجموعة من البنايات مثل ما موضح بالصورة كل بناء يتمثل فد محل معين ويعمل محادثة بين تلاميذ اثنين تلميذ يعمل نفسه تايه أن يريد يسأل عن مكان محل معين والتلميذ الآخر يدليه باستخدام هذه الخريطة اللي موضحها لستاذ على شكل صورة أو على شكل مجسم فمثلا التلميذ الأول يقول excuse me أستميحك عذرا where is the toy shop أين محل الألعاب فالتلميذ الآخر ينظر للخريطة أو ينظر للمجسم ويجاوبه مثلا محل الألعاب يقول له it's next to the bakery بجانب المخبز أو it's opposite the shoe shop أنها مقابل محل الأحذية نلاحظ أن هذا محل الألعاب وهذا محل الأحذية فيقول له opposite the shoe shop مقابل محل الأحذية أو next to the bakery أو بجانب المخبز إذن هذا عبارة عن نشاط صفي محادثة بين تلاميذ اثنين تلميذ يعمل نفسه تايه ويسأل عن مكان محل معين والتلميذ الآخر يدليه حسب الخريطة اللي يموضحها الأستاذ معلقها على الصبور على شكل صورة أو على شكل مجسم ننتقل للنشاط الآخر read what to buy اقرأ ما يمكنك شراءة أو ما تريد شراءة write the names of the shops اكتب أسماء المحلات مثل ما وضحنا بالدرس السابق أنه لازم نعرف كل محل شون اللي بيعه كذلك هذه الصيغة اللي ممكن تجينا بيها بالامتحان إذن هذا نشاط مهم جدا بالامتحان التحريري مثلا تادي بير هو الدب اللي عايشه كل دمية ball current kite طائرة ورقية هذن الأشياء من يا محل من المحلات اللي أخذناها بالدرس السابق نقدر نشتريها أكيد من محل إلى العاب فأقول toy shop كتبنا اسم المحل كذلك number two bread cakes cookies خبز كيك معجنات من يا محل نقدر نشتريها من محل المخبز فنقول bakery meat من يا محل نشتري من البوتشرز القصاب أو القصابة cucumbers apples الخيار التفاح من يا محل نشتري من كشك الفواكه والخضروات fruit and vegetable stalls shirt trousers قميص بنطال من يا محل نشتري من محل الملابس فنقول clothes shop trainers boots shoes أحذية رياضية بوتات أحذية من يا محل من محل الأحذية اللي هو shoe shop هذا النشاط مهم جداً بالامتحان التحريري يجيني بسؤال مفردات يطلب مثلاً يقول لي where can I buy meat from من أين نشتري اللحم وينطيني الفراغ أسقط الكلمات بالفراغات المناسبة فأعرف أنه الميت اللحم نشتريه من البوتشرز القصاب وهكذا لازم أعرف كل محل شون اللي بيعه من الأشياء بعدها بعد ما كملنا هذا الجدول هنا أنا تصير محادثة بين تلاميذ اثنياً الأستاذ يختار تلاميذ اثنياً تلميذ الأول يريد يشتري فالشيء يخلي باله فالشيء معين والتلميذ الثاني ينصحه يقول له لازم تروح لهذا المحل مثلاً التلميذ الأول يقول I want to buy some bread أريده أنا أشتري بعض الخبز فالتلميذ الثاني شي يقول له ثم أذهب إلى الخباز على الشارع الأخضر بعد مثلاً التلميذ الثاني يقول له I want to buy shoes أريد أن أشتري أحذية فالتلميذ الثاني يريد عليه مثلاً يقول له Go to the shoe shop أذهب إلى محل إلى أحذية وهكذا إذن هو عبارة عن نشاط محادثة بين تلاميذ اثنياً من خلال الجدول كل محل شين يبيع من خلال حفظنا لهذه الأشياء كل محل شين يبيع من الأشياء نعمل محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول يخلي باله الشي يشتريه والتلميذ الآخر ينصحه بالذهاب للمكان المخصص له ننتقل إلى كتاب النشاط Read and write the names اقرأ واكتب الأسماء نانا منطني سبع جمل وخريطة ناقصة من خلال ذن الجمل أكمل هذه الخريطة شون يعني مثلاً number one أولاً The bank is behind the library المصرف خلف المكتبة المكتبة نجي نشوف بالخريطة وين المكتبة هذه المكتبة إذن أخلي خلفها البنك المصرف هذا الفراغ الأول حلنا نجي نكمل بقيات الخريطة number two The library is between the pharmacy and the toy shop المكتبة بين الصيدلية ومحل الألعاب فهذه هي المكتبة إذن نخلي مننا عن الفارماسي ومننا عن الطوي شوب محل الألعاب والصيدلية هذه المخططة سنبدأه سابقة number three The toy shop is opposite the bakery محل الألعاب مقابل المخبز دعنا نشوف هذا المخبز وهذا أمامه محل الألعاب إذن جوابنا كان صحيح number four The fruit and vegetable stall is between the bakery and the shoe shop كشك الفواكه والخضروات بين المخبز والشو شوب محل الأحذية إذن هنا محل الأحذية وهنا كشك الفواكه والخضروات يقول لي كشك الفواكه والخضروات بين محل الأحذية والمخبز number five خامسا The school is opposite the park المدرسة مقابل المتنزة هذا هو المتنزة إذن المقابل المدرسة number six The clothes shop is behind the shoe shop محل الملابس خلف محل الأحذية هذا محل الأحذية إذن خلفه يكون محل الملابس clothes shop The last one الأخيرة The cafe is next to the clothes shop المقهى بجانب محل الملابس هذا المحل الملابس إذن بجانبه يكون الكافي المقهى هذا ما يخص هذا النشاط كذلك لاحظنا أنه يعتمد اعتماد كله على استخدامات الكلمات الأربعة اللي أخذناها بالدرس السابق و نوهنا أنه يجب أن نحفظ معناهن لاحظنا أن هذا الدرس كله يعتمد اعتماد كله على هذه الكلمات الأربعة اللي حفظناها بالدرس السابق ننتقل إلى write the words in a correct order اكتب الكلمات بالترتيب الصحيح منطيني جملة مباثرة يطلب من عندي أني أرتبها بالترتيب الصحيح هنا ننتبه الأمر مثل ما وضحنا بدروس سابقة إذا كانت نقطة أو علامة استفهام إذا كانت نقطة فهي جملة مثبتة عادية نقدر نجاوب عنها بطريقة بسيطة أما إذا كانت علامة استفهام فيجب أن أضع الفعل المساعد في بداية الجملة نبدأ ب number one أولا بما أن نقطة إذا ما نخذ الفعل المساعد في بداية الجملة نلاحظ أنه the الحرف الأول منها كبير إذا أول كلمة أوضعها هي the أقول the toy shop محل الألعاب شبيه is between يكون بينه بينه شنو the bakery بين المخبز and the cafe والمقهى بتكون بهذه الطريقة the toy shop is between the bakery and the cafe محل الألعاب بين المخبز والمقهى number two علامة استفهام إذا نبدأ بفعل مساعد أو إذا كانت أدي أداة السؤال بما أن the is حرف الآية كبير إذا نخليها في بداية الجملة أقول is the school opposite the park هل المدرسة مقابل المتنزة أو أقدر أحكسها أقول is the park opposite the school هل المتنزة مقابل المدرسة بالحالة أن صحيحات number three نقطة إذا جملة طبيعية أقول the بما أن بدأت بحرف كبير the mask الجامع is next to بجانب the fruit and vegetable stall الجامع بجانب كشك الفواكه والخضروات number four رابعا عندي علامة استفهام إذن أحاول أخلي أما الفعل المساعد أو أداة السؤال بما أن أداة السؤال بها الحرف الأول كبير إذن هي هاللي خليه في بداية الكلمة أقول where is أين the fruit and vegetable stall أين محل أو كشك الفواكه والخضروات هذا ما يخص هذا التمرين تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري أحاول أحفظ ترتيب هذا الجمل لأن ممكن أن تجيني بسؤال القواعد بسؤال الثاني تحديدا يجيب لي أحد هذا الجمل ويقول لي order رتبها على الترتيب الجمل فأحاول أحفظ هذا الجمل ننتقل إلى تمرين دي listen and say استمع وردد 1 excuse me where is the bank أين المصرف it's behind the library إنه خلفه المكتبة number 2 excuse me where is the fruit and vegetable stall أين كشك الفواكه والخضروات فيجابة it's between the shoe shop and the bakery إنه بين محل الأحذية والمخبز number 3 excuse me is the closed shop opposite the park هاي المحل الملابس مقابل المتنزل بيقول no it's next to the cafe كلا إنه بجانب المقهى هذا عبارة عن نشاط صفي لتطوير مهارة القراءة للتلاميذ من خلالها يستمع التلميذ اللي الأستاذ هو يقرأ هذه المحادثة ويحاول بعدها يقرأ مثل ما يقرأ الأستاذ أو يردد أثناء قراءة الأستاذ أما تمريني look at the map on page 74 انظر إلى الخريطة بصفحة 74 من كتاب الطالب ask your partner questions أسأل زميلك أسألة هنا كذلك الأستاذ يعرض الصورة اللي موجودة بصفحة 74 من كتاب الطالب ويعمل محادثة بين تلاميذ 2 التلميذ الأول يسأل يقول له مثلا where is the school أين المدرسة؟ التلميذ الآخر يجاوبه حسب الخريطة اللي موجودة بصفحة 74 من كتاب الطالب هذا كذلك عبارة عن نشاط محادثة بين تلاميذ 2 من خلال الخريطة اللي موجودة بصفحة 74 تلميذ يسأل وتلميذ الآخر يجاوب حسب الخريطة باستخدام الكلمات اللي أخذناها بالدرس السابق اللي توصف الأماكن هذا كان درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه يعتمد الإعتماد كله على الكلمات الأربعة اللي أخذناها بالدرس السابق اللي هي next to opposite مقابل behind خلفه between بينه ولاحظنا أن الأنشطة كلها أنشطة شفوية مهمة بالامتحان الشفوي أو مهمة كتحضير يومي يسألها الأستاذ بداخل الصف فتعرفنا على المحادثات شون يسأل الأستاذ شون نقدر نجاوبه وكذلك أخذنا تمرين مهم جدا اللي هو تمرين C قلنا يجينا بالسؤال الثاني بسؤال القواعد تمرين مهم جدا بالامتحان التحرير يجيب لي جملة مباثرة ويطلب من عندي أن يعيد ترتيبها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون إياه على حسابات الموجودة معكم على الشاشة اشتركوا في القناة